عسلة ما عسلة ما إن شاء الله يارب تكونوا بألف خير ونعمة ناس الكل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هيا ومبعضنا نكتشفوا مبعضنا الكولي شنو هيك؟ بالرغم إنو المقطع ذايا مسورته آخر فيديو ما حبت نحطه لكم ونقدم خاطرنا نحبهم يعني هل الاكتشافات هاتف معاكم ونحبهم حاسي لو نحلوا مبعضنا الكولي ما تركضوش مع الكردونا قلت لي والله ملقيت شو ما نحط لك الله غالب خاطل البرودويات برشة ولا ولي هي تحط فيهم السنسين الصغير صغير على البرودويات اللي هي خذيتهم بايها مش نوديكم شو ما خذيت أكثر حاجاتك قاعدة نستنى فيهم توا عندي مدة كبيرة تعرفوني إني نحب هلفازات متاع الوجه ونحب هلقامات وكالشي هكا كل نحبهم ونبدأ نستنى فيهم نستنى في اخر مرة انا كنت اتذكروا اخذت وقتها باك متاع فيتامين سي كلها كفالي وفالي الجيل اللي فيه وكل شي قلت خليني ناخد حاجة من برافارماسي نشوف معناي شنو الفرق ما بين لبرودويات البيو يعني تعرفوا من مليئين نصبية ماخذيت شو معناي الحاجات هذو ما من بعد ولد دي ما ناخد حاجات الطبيعية معناها كل ماركات اللي جا معاكم يعني مرانوشا ارفيا ناخدت من عند الاصيل ذوكم اللي نستعمل فيهم ونش نستعمل في الحاجات هذو ما متاع البرافارماسي المودة اللي فات تعرفوا كنت ناخده في الكمتليمون المنتير وناخده في الخطيت اللي كرام وخطيت اللي هي البرودوي اللي نمسح به المكياجة هو هذو ما معناها ما قعدش فيه برشة اما هذو ما عجبنيش برشة خطره يحرق في العينين قلت علش لي ما نجربش وناخد قام الوجهي من برافارماسي ونشوف الفرق ما بين البرودويات الطبيعية والبرودويات هذو ما اللي تقريب الناس اللي كنت استعمل فيهم اني لو وجدت اللي بنيت على اكثر ماركة طيارة انا اكثر ماركة نجم تقولوا هيك بهي وتكون ما هيش مقاطعة خطر شوفوا اللي بش نحط لكم الليان اللي بنينا اني خطيت تلقاوا اي نوعية اي ماركة عالمية معروفة تلقاوها موجودة كان في اكران كان في جيل كان في برودوي اي اللي تتصوروا اي ماركة انتم تحبوها تلقاوها موجودة اما فما ماركات معروفين على الاخر كما تعرفوا مقاطعينهم قاعدت اللوجوا شنين الحاجات اللي نجم ناخذها وما تكونش مقاطعة اول حاجة خطيت لقام هذي كمتاع بيو ديرما لحقيقة تحفونا على الاخر منعرفها من قبله وزيت قتلي عليها صاحبتي خطيت منها الجيل ما شاء الله الجيل متاحها كبيرة على الاخر في 500 ملي يعني ما شاء الله تشبع بيخسيل واخذيت زيدا اللي نحي بيه المكياج زيدا شكرة هولي على الاخر صاحبتي مش نرمال لتنوريكم بعد خسلت مساحت بي وجهي برغم وجهي ما فيه حتى شي وشوفوا وجهي معناه شنو الحاجات اللي طلع منها باكل البرودوي واخذيت اللي كرون هذي استعملته قبل من عرس كنت نستعمل في افين واستعملت الورياج اضوما اللي استعملته مقبل للعرس وحتى قاتلت كيك عامين بعد العرس نستعمل فيهم ومبعده كما قلت لكم وليت ناخذ في الحاجات الطبيعية اما رجعت لحقيقة الافين هذكا طيارة على الاخر نحبه مش نرمال تحسوا هيكا يعطي لمعة للوجه مش لمعة يعطي هيكا وجه ناير ما شاء الله محلاه على الاخر البرح عملت بيه وشافتني بيه اخت راجلي قلت لشوف الكرون هذي تنتي معناه قتلي هو ما زرقش معناه تحسوا هيكا الوجه ضاوي محلاه بالحق محلاه محلاه الافين الاخر هذي يا زيدا شوفوا فيه فما الافين اللي فيها فيه كريم متاع ترتيب وفما اكرون مفيش كريم ترتيب يعني منه اكرون منه كريم ترتيب هذي هذو مازوز خذيتهم وباش نجرب معناه وتعطيكم رأي فيهم لو بنتش كون خير اماني الحق مستعملة مستعملة افين الليول هكاية يهبل 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 حتى عملت بيه البارح ومش خرجت بيه للصوة قعدت نهار كامل وجهي ما صال له حتى شيء واني اكثر حاجة نكره في الاخر اخر اخذيت وشكرته لكم دجاه وكا محطوط في البلاتو قريب يوفى الحاجة اللي ما عجبتنيش فيه انه توريت ووقت اللي الدنيا سخنت وجهي مزيت على الاخر معناه ما هو الشكل نعمل بيه في الصخانة ريتو بريد رمضان وقتها صخانة وكل شيء نعمل بيه نحسوا وجهي مزيت واني هذيك الحاجة اللي ما نحبهاش الافين مساعدني على الاخر الله خاطر حتى في حتى صخانة وقتلكم بارح نهار كامل في الصوة وجهي كما هو كما مشيت بيه كما رواح تما كما تعرفوا الليكرون لازمتو ما اكثرش من ساعتين معناه على وجهك هذيك الجيل وهذاك اللي نحي بيه المكياج وهكي كريم زادة كريم بيو ديرما زادة متاع ترتيب تستعملها باشا مرات في النهار ترتب لك وجهك وتنير لك وجهك وهذاي اكرون ارياج خمسين بلوس زادة لكل هما كيكرا هو ساكون بلوس وهذاي اللي بنات فيه كريم ترتيب وانفيزيبل ما يظهرش قلت للي بحر وكل شي ديرما ماذا بيكم في الليكرونات تاخذوا فوق الخمسين خاطر صخانة متاعنا وصيف متاعنا راهو متاع ثمانين الفوق مش خمسين الفوق متاع ثمانين الفوق قلت للي فيه كريم ترتيب اني ما نش نوري فيكم في انواع الليكرونات خاطر معناها ماركات هذو ما معلوفين على الاخر اماني فرحانة بالبلاصة هذي اللي جبتها لكم جي في حاجات من بره هي بارا فرماسي ومعنايها وتكمن دي يعني تعمل كومود متاعك تقعد من على الجمعة هيك تقريب اقل من جمعة ويوصلوا لك وجيوها من بره يعني البرودوية تمتع البره وكي ما قد لكم الكومبليمان لي منطيرا اللي نخوا فيهم دي جا بشي جيب منهم زيدا اه توا ما مقاعد لهيش بشي جيب منهم واي ماركة معروفة خاطر فما ناس راهي ما هيش مقاطعة فما ماركات عالمية معروفين على الاخر للوجه بالليكرون للجيل الكريم اللي تنحي الحبوب لكل شيء معروفين على الاخر اه قاعدين قاعدين معناي كمانديو فيهم معنا موجودين كل شيء اماني اخترت اهو معناها بقودة ربي البرودوية هذو ما همش معناها بالبرودوية اللي لازمتنا نقاطعهم خاطر فما شكون يقاطع فما شكون راهو ما هوش مقاطع اما كي تلقى بديل على شلال واحد يبدل بحاجة بها حطيت مقدامي محليه ومقدش عملتها ليهم جو الكرون هذا كمتاع افان انصحكم به خاصة اللي تعاني كيفياني الكرون يبدأ في شتيلا باس مواتيني كل شيء يبدأ محليه كما الكرون اللي اني يستعمل فيه اسمه او شديا نحوه يحبatan او خبرا وحيث educational ليست اقول حتى ذلك محليه في شتي اما رأو في الصيف ما ساعدني بخ炎 و seeksتور البرودوية اللي للبوداء اللي سخنت في أحد ثانetu في البرودويةدة السخانة وجهم زيتート وجهم زيت علي و trousers قامتته استعملته لمواتين 6 سنين او 7 سنو. بدep representation مستحيل نخرج مدار من غير كروم نجمو قلكم اللي اني رجعت الغرامي الأول معناها اني نستعمل الحاجات الفرماسي قلت خليني نجرب ونشوف شنو شكون احسن معناها البرودويات يعني حمدو الله يا ربي وجهي الحمدو الله يا ربي معناه ما في شكل الحبوب والحاجات اللي مقلقيني ولا حاجة خط نستعمل البرودويات الطبيعية قلت خليني نجرب المرة هذية ونحكي لكم اللي بنات على الفرق بين الحاجات حظومة الفرماسي وما بين الحاجات الطبيعية حبيت نوريكم هذية المي البرودوي اللي نخصل بيها وجهي نحيلك اي حاجة في وجهك متاع مكياج متاع منارش اي حاجة في وجهك صدقوني والله 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 لاني عاملة حتى شايفي وجهي بخلاف عملت عملت الصباح سيروم يمكن اللون خاطر سيروم بكافة أورانجي يمكن ومسحة الدار يعني اغباب الزرقة لكي تأتي عليك قلت خليني نجرب نمسح وجهي ونشوف وكانت الصدمة حصل ينحي كل شيء جربت نحيت به المكياج في الليل في سا في سنة حالي البرودوي اللي اخذيته برغم ما اخذيته غالي قريب 50 دينار كالدبوس الخضره هذيك بالحق 45 حاجة كما هيكة حصلوا لكبيرة خذيتها من من سيد زيدة متاع برافرماسي وحصيت اول حاجة يحرق لي حينيه وزيد معناها الريتوم يتابش نحي ماسكرا ولا حاجة نقعد نعاود مرة واثنين واثلاثة بش يتنحق اما باهي مش خايب اما بيو درما احسن حصلوا اه انا هذيكا في اخر الفيديو حبيت نحطه لكم اللون كان فهم شكون هكا تلوج على سيد ولا بلاصة تشري من عندها برودويات متاع البرا بطبيعة كلهم برودويات متاع برافرماسي اي اي حاجة تحبوا عليها اسألوا عليها وشوفوا انتم الاسوام ايني راهوا ما نجيب لكم شو الحاجة اللي ما فيه حتى فايدة اللي عجبني انو كل برودوي بش تلقاه مرخصين فيه معناها عشرة خمسطاش كيما قولوا مثالك رون تاخدو انت بخمسين مستنسة تلقاه عندهم باربعين الجيل هكاية تلقاه مثال يبيعو فيه بستين يبيعو فيه بخمسة واربعين يبيعو فيه برافرماسي في حومتكم معناها حصلوا الهني لبنات بدي ارجعت بكم بالتوالي الصباح جيت الهني للصالة بش نعمل روتين فاهل حق تستحق خاطر عندي قداشة كنت غلغل عليها والتقس ماهوش متواعني اما قلت اليوم ليعد اليوم نهار جمعة وسبت واحد تعرفوا الواحد كي يرتاح فيه ماذا بهم يعمل حتى شايف الداء قلت كان عندي حاجة نعملها اليوم ونرتاح بعد اول حاجة كالصالة قلت 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 خليني نستعمل الاسبيراتور كما تعرفوا الواحد حساسية وكل ما عينتيش الحق بش نقعد اللم ونعمل غبرة على روحي يعني كل شي حصيل موجود وليدي ما شاء الله ميخليه حتى شي ما حطوش وراء الكريسي لميتها وهي مسكرة من الولوم بعد وكان نخدم عليها لغبيب ركل حتى الريدو حتى الريدوات وكل نعملهم هزيت معنا هيكل الحاجات تذوكم الكبار ومن بعدها نعمل بالاسبيراتور كل الحاجات الصغار كان فما فتفيت الحق ما فمش فتفيت خطر ما يكلوش لهني اما ساعات مثيل قلوب ولا شوش ولا حاجة فسادية برغم انه الصالة يعني شوفوا تبدأ لاسقة لبعضها وكل وما نرش عليش لازم بسطلقه تحت الكريسي كحاجة اما الحمدوله فتفيت الواحد مرتاح من اكهو كملت لميت وجبت حطيتك البانو متاع المية حطيت فيه شوية جافيل وشوية شوك شوك يعني البرودويل مسحان مش الشوك متاع البرودويل مسحان وكهو من ساحت وكهو مش رجحها اني راني ملولي قبل ما نبدأ نعمل اي حاجة نحسها داخل بعضها ونحسها مصخة ومهيش نظيفة ونبدأ من متقلقة قبل منها نبدأ نخمم ماذا بيها نعملها عقاب الليل اصلا كي نبدأ عندي حاجة بش نعملها ماذا بيها كي نحطها في مقي نعملها ومن بعد كي نجبدو ونبدأ ننظف وكل نقول بربي تو هادي تستحق اني جهدي طيحتو بالفارغ تو هكا معناها بالحق نحسها بعد ما نعمل نهزة اصدرابي كل نقول لواش واني في معناها نبدأ مش مرتاحة معناها كان ما عملتاش نبدأ مش مرتاحة سبت واحد نبدأ على عصابي في الدني يمكن زيتها خطر الشمس المدة هدي كل غايبة حتى بيش تخرز ربية للشميسة مفميش بيش تحل دارك للشمس مفميش كي اللغ بيبرو كهو هكش فم نواخر شنواخر ترحل هم متنظم هم هين نظم انت وين وقتها انت فروا هده هزيتها الزربية هذية سالم عطيته كل لعبة الفكرية تقريب فيها الف والا الفين بش يركبهم مش بنجر حاصيله وعرفت كيفش ان خطر كان هو اليوم الصباح ميقراش وسلمة واناس يقرأ هو كل لحظة يما ايجا معايا راني ما عرفتش اقول له لا انتي انتي يركز معاها اذا عملتها ركبش توليذكي حاصيله لقيت له حل خطر رمسيانس مثالي كان معلوش اقرأي بداي مثالي يتفرج ياما ياما لقيت له حل اما المشكلة حتى حبيت نخرج الزرابي متاع الصالة هو قاعد غاديكة وحاطتك اللعبة متاعه بنجمش حتى بش نهز الزرابي اصلا ما عينتيش الحق بش نخرج بقيت الصالة خاطر ما فهم الشمس وعلي اقل بقيت كالتصالة يوم الشمس وحاطتك متاعلم كالتصالة بسبب الاسبيراتور لقد عملت الهواء الحمدولله يوم الشمس بلقيت جميع العلاج وغبرا ودنيا مغيمة فميش شمس معناها. كهو اه بش ننحي اللي تبش وعندي تبش اخر بش نحط عندي تبش كل حاجة اللي تتطويق عديكة بنحطها في الدريسين كن طويتها دي راكت و الباقي الكل تبشها نعمل مسحة صغيرة للبيوت مسحة صغيرة و كهو نظمت المارو هذي خطر صغاري ساعتك يمدوا و يمدوا حاجات يضغطوا بهم كل كيف ينظموني مثال الصالة يحطوه كيك و برق و اللي تنظمت المارو بش نكمل نجبتها بالاسبيراتور خطر الزربية هذية يسر زينة وتقلقني معناها حتى نجي نخرجها زينة على الاخر ارضا زربية يمكن عندي في الدار نتصور بريودة صغيرة و النحي معناها الزرابي هذو مال كبار شوية خلي لازم فالليزم زرابي اضايا سكرتو حطيتو على جياء حتى نكمل اللمه تبش بشن نخسله ما الغسيلة اليوم ما كمسين صباح تتملي اليوم ما تمليتش وكاها و بش نكمل نعمل مسح للصالة و نتعدى نمسح البقية الصالة نعملها ضربة بالاسبيراتور زيدة نظفها هي بش نمسح الغبيبر حالة محلني شباك هصيلو لازم لازم كل الغبرة تلقاها لا والله صدقوني نمسح كل يوم و ساعات ما نحلش معناها حتى بيبان الصالة و كل والغبرة ياسر نحب نبني حيوط على بيبان الدار باش معاش ان يدخلوا لي عد شي اما كنت تنخمف الشم بس نقول لا ما يجيش ده بيه الدار مسكرة على ما فيما غبيبر و على ما اني نتقلق من الغبرة اكاها و اا كملتم صحي اكاها و تعديد تولي الكلوار يقولو ليك شنو التقس و اليوم ريتو البارح مثل تقس شميسا محلها وخرجنا فيه النهار امس محلها التقس نظمت بيت سلمة ونظمت بيت لأولاد نظمت بيت سلمة ونضمت بيت لأولاد ونضمت بيت لأولاد نمسح بيت نومي نضمت بيت لأولاد نقوم بمشرك ركز مع الكمانترات ونركح كما قلتولي كهو باش نكمل نركح بقية البيوت ونعمل الكوجينة وكهو هضيه هو تقريب شروع عملت يعني الصبحية متاع اليوم ونهار متاع اليوم لقيقة عديتها صبق عشوية كل ارتحت فيها وكهو نكمل الكولوار باش نكمل البيوت البانو حكيتها بطبيعة وركحتك البانو اللي فيها وكهو اللي هني لابنت باش نكمل نفرش راني خليطها تجيحة شوية غير معنايا نقص في المونتاج وكملت في رجل التابية تمتقع البيت ومحليها راحة نفسية وكالريحة لبنينة اللي تبدأ يكا في الدار وبعد ما تكمل يكا تمسح او الراحة نفسية والله نبدأ نتفرشي في فيديوهدي بعد ما نكمل نحس روحي نتفرهت على الخير واذا بيه نعمل منتاجي بعد ما نكمل قضية الدار معنايا باش نبدأ هيكا بالحق مرتاحة مش نقول له شوف محليه في الفيديو هضيه واني توا مازل داخلها بعضي نحس براحة نفسية كيه كنا بدأ نفرش في الدار من عرشة عليه من قبل كاملت فرشة البيوت والسكرتهم وبش نجيته وندخل الزربية متاع الصالة اني حطيته في البلكون هضيه منه ولا منه فمش شمس فمدوني بستانسة دي ما نحط ما نحطش على الشارع معناها الزربية اما الخطم على الشارع فمش شمس العشية جي الشمس منه اما بحكم فمش دنيا دنيا بغي مكا وليت حطيتها انا كيف كيف بلايش رولت شمزت لحد شيء المهم الواحد يبدأ يكا مطمين انه وراسة لما فم حد شيء كملت فرشتها وحب دي ما نحاول اني نحطها تحت الصالة باش اول حاجة هي كما ما تبداش هاربة على الجناب وتبدأ هيكا قاعة معناها وزيد تدخل التفش وبالي نعمل رول لازم التفش باش يدخل تحت الصالة باش اقلول يسيريش بك ما حطيتش التفريشة لازم التفريشة الاخرى لباش اه ام تارفو نحايت المخاطر على المخادد نحب ان نعمل تغليفة للمخادد هذو ما نردهم باش اه اه سمحوني والله بس سيف نتكلم والله اه قطلكم المخادد اه ما تقتهيش الصالة من غير مخادد باش هذك عليش حسيتها ياسر عريضة والمخادد اه عطيم فاش طر وزيد بالمخادد اه تحسها هكا تبع بعضها بليش مخادد تراك الحييت وترالل وترا معناه انو وصالها شقعبة ما هيش ما هيش ما فيهش اظهر فما بلايس ما فيهو مش اظهر خطر بلاص الكوان المهم اه مرتحت الهيش معناها من غير المخادد كبار اتوا ان شاء الله نخيط اه نخيط لها انخيط معناه المخادد هذو ما البيش ونرجح اكيد البيش احلى ببرشة معناها من الزرقة هذيه اما اما مرتحت الهيش وكهو نحب معناه المخادد الكبار يكونوا م يكونوا محطوطين عليها ان شاء الله على قريب غير رتح مخيط من برشة حاجات كهو كملت مساحتك الطاولة جبت الطاولة هذيه حطيتها حطيتها الهني وطاولة الاخره هذيتها للبيت القاعدة خاطر الصال للطاولة الاخره الكحلة كبيرة واحنا الاسباس الهنية عنا صغير اكا الطاولة ديما واحنا هوا من بعدها على جنبها كهون بعدها فمتو هوا اظومة صغيرين اه وساهلين حتى في تحليقهم مساحت مساحتك الغبرة متاع الطاولة والتلفزة وشن ركح هذه اللي سألني عليها والسألني على الكرسي راني خدمتهم عند موبل دارينا اللي خدمت عندهم ادريسي جمتع متاعي نفس الباج معناها هكتبوا موبل دارينا تتطلع لكم اللي خدموا لي لبرشو السير ولي خدمتها عندهم الكرسي ولي خدمتها عندهم مدريسي جمتع بيت نومي اللي خدمتها عندهم زيدا للمارو هذي اللي في البيت ولي خدموا لي زيدا كادروات للبيبان هي نفس الباج لبنت اللي راو باج تعجبني معناها تكون خدمتها ابيا وخدمتها ما تكون لاني يكمل معاها ما عليش عاليش بش نبدل اذا بدلت حاجة عارفوا لي اني فما عيب معناها يلقيتو كان حاجة وريت هي لكم وما عودش خديت من عندهم وبدلت بلاسة اخرى راو فما عيب اني ساعة ما نحبش نحكي على العيوب كان في اي حاجة ما عالش اي خدمة مثال جبت لكم هيكة بلاسة قدوا لكم راني خدمت عندها وراي بايا وهكا وهكا وباحت نخدم نفس الحاجة نفس البرودوي مثال نخدم عند حاجة عند حد اخر راو معناها ما نجمش نحكي على الحاجة ونقول لكم راهو بيه راو منحبش نقطع العرزاق اما نبدل البلاسة اما حكي الحاجة عجبتني راني يكمل عندها خدمت عندهم مدريسينجا ذاكا متاع اللي في الصال عجبني كملت عندهم تعبيت اللانو خدمت عندهم الخاطر عجبتني الخدمة كمالك خدمت عندهم الكادرويد كمالك خدمت عندهم الكرسي متاع بيت نومي خاطر بالحق خدمتهم طيارة معنا وكان عندي اي حاجة في الدار ما غير من خمم ان شاء الله كربي سهلي وعملت بيب داري ان اخدم عندهم زيدا اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اه حصيروا متاع عند مبل دارينا اني هيكا نكون وصلت بكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم على خير وبسلامة اشتركوا في القناة